يا تارى ايه هي اخبار الاسبوع ده اللي الناس ما بطلتش كلام عليها ده اللي هنعرفه النهاردة في يحكى انا يلا بينا نبدأ حلائقنا الترند الابرز والاكثر انتشارا على انستجرام وفيسبوك الاسبوع ده كان فرح محمد فراج وفسان شاوي الفرح كان يوم الجمعة اللي فات وقيم في مكان مفتوح وحضروا عدد كبير جدا من نجوم الوسط الفني والاعلام واصحاب العروسين فراج وفسان كانوا له زي زي قوي في اليوم ده قبل الفرح عملوا كان فيديو لازيز وكمان كانوا بيطبله ويغنوا فيه مع بعض وكمان في الزفة ريكبو عجلة زي شادزيا وعبد الحليم في فيلم مع بوت الجماهير كمان اللفس كان سيفي وكاجول وده اللي ميز الفرح وخلاه مختلف ودمه خفيف جدا حتى الفرقة اللي احيط الفرح كانت مختلفة ومتميزة وهي طبعا فرقة مصار اكباري اللي اغنيها لها طابع خاص جدا ألف مبروك لفراج وفسانتو لكل أمنياتنا اليوم بحياة سعيدة من أهم ترنز الإسبوع ده وللعالم كله تكلم عنها طبعا حدثة اللعب كريستين أركسن لعب منتخب الدنمارك ونادي انتر ميلان واللي تصدرت كمان الترنز في مصر أركسن وقع وقم عليه في مباراة منتخب بلاد وأمام منتخب فنلندا في كاس الأمم الأوروبية العالم كله عاش لحظات من القلق خصوصا لما قاله أن اللعب قلبه توقف لكن الحمد لله تم إنقاذ أركسن بسبب النظام والاحترافية الشديدة في التعامل مع حالته خصوصا أنه تم نقله المستشفى فورا لكن أكتر مشك كان مؤثر وكلمة عنه والسوشال ميديا هو مشهل زماله في منتخب الدنمارك وهما بيعملوا ستار بشري حواليه عشان الكاميرات ما تصورش وهو بيطلقى الإسعافات كمان من اللقاطات المؤثرة جدا كانت مشاهد زوجة أركسن وهي بتحاول تنزل أرض الملعب تطمن عليه وزماله في المنتخب الدنماركي بيطمنوها وبدعموها في اللحظات الصعبة دي قد إيه كمواقف متحضر ونبيل وبيعبر عن ثقافة ووعي وإنسانية اللعبين من الترنز اللفتت نظر العالم كل الأسبوع ده موت الأسد سكارفيس طبعا ده مش أي أسد سكارفيس واحد من الأسود اللي نقدر نقول عليهم ملك غابة بجد سكارفيس كان بيحكم منطقة شاسعة مساحتها 400 كيلو متر في محمية ماساي مارا الكينية وعاش 14 سنة وده عمر كبير بالنسبة للأسود المهم أن اللي صور لحظات الأخيرة في حياة سكارفيس كان المصور المصري مصطفى البرولوسي واللي تحاول للترند خلال الساعات اللي فاتت خصوصا أنه بيعيش في نفس المحمية ومتخصص في تصوير الحياة البرية سكارفيس تحاول لأسطورة حياية خصوصا أنه قتل 400 ضبع وحارب مئات الحيوانات المفترسة اللي ما قدرتش تاخد أرضه وده رغم أنه فقد عينه اليمين في معرقة سنة 2012 جريدة الجاردين خصصت صفحة كاملة تتكلم فيها عن سكارفيس بعد موته وكل وسائل الإعلام الغربية اهتمت بالخبر اللي بقى ترند على السوشيال ميديا في العالم كله من ترنز الإسبوع ده كمان كان الكينج محمد مونير اللي أي حاجة جديدة بيقدمها بتكون ترند على السوشيال ميديا على طول الكينج طرح من يومين أغنياته الجديدة اللي باقي من صحابي وهي من كلمات أحمد حسن رؤول والحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنع أخيرا بعد غياب طويل الفنان عوالة غنم ظهرت مرة تانية والمرة دي في الفيديو على إنستجرام وهي في القاهرة بتعمل شعرها عند أحد مصففي الشعر عوالة كانت سفرت أمريكا من أربع سنين وعاشت هناك مع أسرتها واختفت تقريبا عن السوشيال ميديا لحد ما ظهرت تاني في الفيديو اللي ناس كتير عملت له شير خصوصا إن شكل عوالة اختلف كتير عن زمان المفاجأة إن عوالة رجعت مصر مش عشان تعمل شعرها زي ما هي قلت واللي عرفناه إن نرجعها عشان تحضر حفل الضفاف بنتها الكبيرة واللي هيقام خلال الفترة القادمة